ما يحدث الآن من مفاوضات هل هناك مؤشرات أن هناك اتفاق سياسي يمكن أن يكون هو حل لهذه الأزمة في الفترة القادمة تحديدا بعد ما اتضح للكل موقف الجانب الروسي وموقف الجانب الأوكراني والآن بدأ الحديث حول إجلال المدنيين كخطوة أولى هذا ما ينظر بأن هناك اتفاق وشيء يمكن أن يتم أنا لا أعتقد أن التقاء الوفدين الوفد الروسي والأوكراني في بيلاروسيا سيقود إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل أو الوصول إلى تسوية سياسية لأنه حتى الآن لم يتم طرح أي قضايا سياسية في المفاوضات التي تتم هي اشتراطات وسقوف جعل نسميها عالية من الجانب الروسي تحديدا الأمل في المبادرات الدولية المطروحة الآن هناك العديد من المبادرات الصين تطرح مبادرة إسرائيل طرحت مبادرة السعودية أيضا طرحت مبادرة إيران كثير من الدول تطرح الآن أو أبدت استعدادة في أنها سوف تقود مفاوضات جادة ويمكن أكثر المفاوضات جدية التي رأينا حتى الآن هي المبادرة الإسرائيلية ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روسيا ثم إلى أوكرانيا والمر بالعديد من الدول الأوروبية المؤثرة لكن إلى الآن لم تتبلور رؤية واضحة للحوار حولها روسيا طبعا تصير على أنها تستهدف ضرب كل الإمكانيات العسكرية لأوكرانيا وتفقدها كل مقدراتها الأمنية والعسكرية يضعفها دانيسانية يضعفها عسكرية نعم لذلك هي تستهدف الرادارات تستهدف المطارات العسكرية تستهدف الطائرات تستهدف حتى الأس تلتمية التي باعتها روسيا تستهدف الكمبيوترا